السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اصدقائي باللقاء التاني من سلسلة تنفيذ مشروع تصميم كتاب ثلاثي الابعاد احترافي وتفاعلي ايضا مع المحتوى في برنامج مايكروسوفت باوربويند. وبعد اللقاء الاول يلي مضينا مع بعض الحمد للرب العالمين بقواعد التصميم البسيطة كيف ممكن اعمل استدارة للصفحات او طي الصفحات بشكل سريديم او ثلاثي الابعاد عفوا هذا يلي قصدتم وعملنا حيلي على البرنامج بتكرار للمستطيل لكن بشكل شفاع في اليوم رح ناخد القواعد الاكاديمية تماما بدقة اكتر لضبط اه الكتاب مع تكليب الصفحات. اول شي خلني ابدأ بالتشغيل للعرض التقديمي ونشوف الكتاب كيف رح يتحرك معنا ورح نبدأ باستعراض القواعد ومن ثم على بركة الله نبدأ بكيفية الاعداد لهذا المشروع من البداية. فرح اشغل. لاحظ الان احنا لو ضغطنا على قلب معي صفحة الغلاف وزهرت معي او الصفحة الاولى. ومن ثم الصفحة التانية. ومن ثم الصفحة التالتة. تمام بهذا الشكل رح نعمل تقليب للصفحات بحيس انه الكتاب يكون معنا بهذا الشكل. وطبعا نحن رح نضمن المحتوى بشكل نفر او بشكل نافر وبارز وثلاثي الابعاد ضمن هذه الصفحات الجميلة. اثناء استعراض محتوى الكتاب. كيف نحن نفزنا هذا الامر? خلني اول شي احتكم مع حضراتكم الى هذه القواعد بالتصميم. فخلينا نشغل ونشرح المكونات اللي نحن محتاجين لتصميم هذا الكتاب. طبعا اي كتاب مؤلف مما يلي. اه بشكل افتراضي وايضا اه نحن محتاجين لهذا التصميم ما يلي. بتصميم اللي نحن محتاجين العناصر التالية. طبعا عندي الغلاف او الامامي. تمام? او في المقدمة بيكون. وعندي الغلاف الخلفي. وعندي هذا الجانب اللي بيضم الاغلفة مع الصفحات. تمام? وفي عندي ايضا الاوراق اللي انا رح استعرضها. الاوراق يلي انا رح استعرضها. وعندي السماكة العامة او الكتلة العامة للصفحات. تمام? كحجم كتاب. يعني فيهم تقريبا مئة صفحة مئتين صفحة. هذه اسمها كتلة عامة. اما صفحات رح يتم استعراض بيكونوا هني اعلى الكتلة العامة. هذا اللي انا محتاجه. خلنا نتكلم عن اشياء بسيطة ضمن هذا التصميم. فعلى سبيل المساله هلا رح نبس البدائنا في تطبيق العملي رح نشوف المواضيع جدا جميلة. فقط ان تكون ركزوا معي. لحتى ان تنطلع من هذا الايحاء. تمام ومن هذه القواعد الاكاديمية. المنظور السلاسة الابعاد الكتاب بشكل جميل وبسيط وسهل للغاية. انا محتاج اول شيء الغلاف يكون عندي اياه بعمق عشر نقاط. يعني انا اميزه عن الصفحات يكون فيه السماكة يتميز ان هو عبارة عن غلاف. اما كتلة لاحظة. اما كتلة الصفحات. والصفحات بتكون عنديها بعرض اقل. بعرض اقل. تمام? هذا امر طبيعي يكون الغلاف عندي اياه بمستوى اكبر. عرض اقل. اه هذا موضوع العرض. موضوع السماكة ايضا نفس المبدأ اعطي سماكة. بمقدار عشر نقاط. لحتى نحن نشو? نعطي ايحاء سماكة الكتاب. وايضا محتاج يكون بعده عن الخلفية. بمقدار عشر نقاط يكون عنديها للامام. بعده عن الخلفية. تمام. اه موضوع الصفحات بالعموم برسم المساطين اللي بعطي سلاسية الابعاد. ما بغير فيها اي اعداد بتركها صفر سواء كان بالعمق لان هي صفحات عادية راح اكتب يضمنها المحتوى. اما كتلة الكتاب هو المكان او المساحة البيضاء بتبين معي او المعبرة عن الصفحات الكتاب بتكون معي بسماكة اربعين نقطة. اما البعد عن الخلفية بتركها صفر نقطة ما عندي اي شيء. موضوع الغلاف الخلفي بيكون معي ايضا بسماكة عشرة. بسماكة عشرة. والبعد بيكون ناقص اربعين للاسفل. ناقص اربعين للاسفل. تمام? لحتى يعطيني هذا الترتيب بشكل ثري دي بالضبط. اما موضوع الجانب آآ اليساري اللي بيضب موضوع الاغلفة والصفحات كاملة بيكون عندي اياه العمق ستين. لاني عندي هون عشرة وعندي هون اربعين وعندي هون عشرة. لاحظ عنا هون عشرة. تمام هذه العشرة الاولى. وهذه العشرة التانية. وعندي لكتلة الكتاب عندي اياه العمق اربعين. فالمجموعة كامل ستين. لحتى يكون عندي حد الظل والاضاءة متناسب تماما مع الاغلفة وعمق الكتاب او كتلة الكتاب انصح التعبير. فقط هذه القواعد رح نشتغل الان عليها وحدة ورح نشوف كيف ري طلع معانا المخرج. خلنا نفكر اول شيء. نحن الان كم الشكل محتاجين? نحن محتاجين مستطيل الاول. يعني شكل اول. الغلاف شكل تاني. للكتلة شكل تالت. كم صفحة رح انت تنشئ? ثلاثة او اربعة او خمسة. بتحطهم. افترض عندي ثلاث صفحات فقط لا غير. فعندي هوني ثلاثة اشكال اربعة وخمسة. تمام? ازا خمس اشكال رح اعيدهم. ورح نرسوا بالجانب هذا على كتلة لحال تماما. طيب خلنا نبدأ على بركة الله. رح نشتغل من البداية تماما. انقر باليمين وبتوجه الى تمام. وخلني ابدأ معكم على عجل بادراج مستطيل. تمام? حتى الان اللي فاتوا الدرس الماضي يكون الامور جميلة معا بشكل جميل. طبعا عندي هذه صفحة عبارة عن صفحة الغلاف العلوي. خلني اختار اي لون لالون. واللي يكون عندي على سبيل المسال. هذا اللون وبختار لاله بدون خط رسم. ونحن اتكلمنا اللي راح اكرر الشكل مرة تانية. تمام? اللي ما حضر اللقاء التاني بيمكانه يحضره. تمام? وبختار لهذا الشكل بدون تعبية. طبعا الروابط راح تكون كلها موجودة في صدوق الوصف. بختار كنترول زائد جي. ونسحبه الى المنتصف الشريحة بالضبط. لحتى يكون معاي الكتاب وين? في منتصف الشريحة. بنقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الشكل. قبل ما ابدأ بالتنسيقات تكلمت اني انا محتاج عندي يكون في عندي شو? خمسة اشكال. كم شكل في عندي? خمسة اشكال. الان هذا الشكل راح اختار منه كنترول زائد دي. نسخة تانية. واسحبه على الطرف لاني انا بعد شوي راح استعين فيه. لحتى نعمل الشريط الجانبي. تمام? او يعني هذا الجانب بين الكتاب اللي هو بيستند عليه الاغلفة وشو? والصفحات بالعموم. طيب. خلني احدد هذا الشكل. باخدار كنترول زائد دي. اي تكرار منه. طبعا الشكل الاول هو عبارة عن غلاف الخلفي. الغلاف الخلفي. راح نرسم نحن الان اول شيء شو عنا? عنا الكتلة الخاصة بالصفحات. لكن قبل ما ابدأ برسمة. تمام? خلني ازغر موضوع الحجم. نزغر موضوع الحجم بالعموم. فبرجع الى وبعمل نقرتين مثلا للعرض. واتنتين للارتفاع. وخلني اغير اللون الى لون ابيض. فقط لكن هذا الشكل بنغيره الى اللون. الابيض. تمام? هذا المعبر عن السماكة. تماما بالضبط. طيب. ازن هايدي عندي اياه الكتلة الخاصة بشو هوني عندي? عندي هذا الجروب الخاص بكتلة الكتاب. خلني اعمل زائد دي نسخة تانية. والشكل هذا راح نغيره الى احد الالوان اللي بتناسبني. المعبرة عن الوان الصفحات. اللي يكون اخضر وليكن يعني وليكن عندي هذا اللون. تمام? المعبر عن ايش قلنا? عن الصفحات. فعندي صفحة اولى باجعلها بهذا الشكل. طيب ازا حبيت تسميهم يعني ما عندك مشكلة نكتب مسلا الصفحة اولى. خلني اغلونا باللون الاسود. مشان تكون واضحة لقلنا الان كبير شوي حاجب الخط. اذا هاي شو? مسلا الصفحة الاولى او هي بتكون بالخلف الصفحة رقم التلاتة عفوا. تمام? فبعمل تكرار زائد دي. وبضبط الاشكال فوق بعضها البعض. وبسميها عندي هون الصفحة رقم اتنين. نفس المبدأ بختار كنترول زائد دي. ومسميها عندي هون الصفحة رقم ايش? رقم واحد وبضبط الاشكال كلها فوق بعضها البعض. ازا نحن اصار شكلنا الغلاف الخلفي مع الكتلة الكتاب مع ثلاث صفحات. صفحة عندي موضوع ايش? موضوع الغلاف الامامي. فلزلك بالخلف هو تماما خلني افعل جزء التحديد مشان نطمئن انه هو الموجود. هذا هو. تمام? الغلاف الخلفي تماما. بقوم بتكراره. بحديده من هون. تكرار. تمام? وبسحبه الان على هذا الشكل بالضبط. الان راح نبدأ بوضع التنسيقات وبعدا نسمي الجروبات كلياتك كل جروب عن ايش عبي تكلم? لان رئيسي نحن اليوم في البناء الخاصة بالتحديد نعتمد عليها بالترتيب. نعتمد عليها بايش? بالترتيب واول وصول السريع. طبعا اللي بالاعلى هو بيكون الغلاف الامامي. هذا هو عبارة عن الغلاف الامامي. راح احدد عليه وبتوجه الى تنسيقات سلاسية الابعاد ونطبق القواعد اللي تكلمنا عنها. تمام? لو ارجعنا القواعد الغلاف العلوي بيكون عندي بمقدار عشرة. يعني انا العمق بيكون فقط بمقدار عشرة. تمام? فبرجع لهون وبحدد على الغلاف العلوي هذا هو. وبرجع تنسيقات سلاسية الابعاد. وبجي بختار نمط الاستدارة. وبختار العمق عندي ايام عشر النقاط. بس فقط لا غير. طيب هذا راح نسميه هون الغلاف الامامي. هذا هو الغلاف الامامي. تمام اوكي فينا نزيله فينا ننزله ما عندك اي مشكلة. الطبقة اللي خلفه بتكون هي الصفحة رقم واحد. الصفحة رقم واحد طالعا عندي الصفحات هوني. بترك بس استدارة. لكن ما بعدل بالنقاط شيء نهاية. فقط موضوع ايش? موضوع الاستدارة. وللملاحظة انه الغلاف الامامي لازم يكون عندي اياه بعيدة عن العمق الخلفية. بمقدار عشر نقاط. فخلني ارجع ازهره مرة تانية. تمام? احدده. وبتوجه الى تنسيقات سلاسية الابعاد. وبنزل الاسفل. هذا هو العمق عن الخلفية. باجي بختار ايضا بمقدار عشرة. تمام. راح نخفي. وباجي الى الطبقة الخلفة. وبسميها مسلا صفحة واحد. الصفحة الاولى باجي بختار استدارة سلاسية الابعاد. ولاحظوا الان الاوامر هي هي ما في عندي اي شيء جديد. تمام. خلنا نخفيها. وباجي بحدد اللي بعدها اللي هي صفحة رقم اتنين. باجي بسميها صفحة اتنين. وبباشرة لو انا محدد بتوجيه الى تنسيقات سلاسية الابعاد. وبختار نفس الامر اللي نحن ناخدينه او الستايل. وباجي الى الصفحة رقم التلاتة. هذه صفحة تلاتة. ونفس المبدأ وانا محدد عليها باجي الى استدارة سلاسية الابعاد. بنختار نفس التنسيق بالضبط. خلنا كمان نخفيها. وباجي على اللي بعدها اللي هي موضوع الكتلة. يلي موضوع ايش? كتلة الصفحات. هاي مسلا الكتلة. تمام? الكتلة اللي هي عبارة عن هذه الكتلة الكتاب او الصفحات. بنشوف الاعداد عندي اياه العمق اربعين. لكن المسافة عن الخلفية بتكون صفر. فقط موضوع العمق. فبجي لهون ايضا بحدد على الكتلة. وبنختار تنسيق سلاسي الابعاد. وبنختار ايضا عندي اول شي بختار النمط الاستدارة. تمام? وعندي العمق هذا هو العمق بختار عندي بمقدار اربعين. هذه هي السماكة. تمام? صف عندي خلنا نخفيا. صف عندي الان الغلاف الخلفي بالضبط. الغلاف الخلفي هو نفس الامامي. لكن انا في عندي هون بسماكة عشرة. لكن البعد ناقص اربعين للخلف. الى عمق الخلفية. تمام? خلنا نطبق نفس الاعداد ونشوف. هذا هو. لا مش هذا هو بالعكس. تمام? هذا هو. تمام? نسميه الغلاف. الخلفي. تمام? انا محدد عليه. بتوجه الى سلاسية الابعاد. بختار نفس النمط. عندي العمق العندية بمقدار عشرة. تمام? هذا موضوع السماكة الكتاب يعني. عشان يبرز فقط ان هو عبارة عن غلاف. وعندي البعد عن الخلفية باخد ناقص اربعين للأسفل. تمام. الان خلنا نظهر كل شيء قمنا باخفاءه يا اصدقائي. راح نشوف مظهر الكتاب بهذا الشكل. وبهيدة الجمالية يا اصدقائي. خلنا نسكر شوية التنسيقات او جزء التحديد. ما عندك اي مش نبيه الموضوع. وبتوجه الى هذا الشكل. هذه الاشكلة. هدول عبارة عن شكلين. قلنا ما هيك. خلني افك التجميد عنهن او التجميع افوان انصح التعبير. هذا راح ناخده تصغير بهذا الشكل. اللي هو عبارة عن الخط الفاصل. راح يكون عندي اوين? بهذا المكان. طبعا هذا المستطيل الشفاف. بعمل منه تكرار كنترول زائد دي. وبسحبه الى هذا الجانب تماما. تمام? بهذا الشكل. فعنا شكل اول وشكل تاني. هذا والشكل التاني. وعندي ايضا شو? الخط الفاصل. خلني مع المفتاح او الشفت بحدد ثلاثة اشكال. يعني خلني مسلا احدد المستطيل بالاول. اضغط هذا الشكل وهذا الشكل. كنترول زائد جي. وبجب اطبق عليهم استدارة سلاسية الابعاد. تمام? نفس التنسيق. وبختار العمق بمقدار ستين. بمقدار ايش? بمقدار ستين. ومنشوف لعندي الاعداد اللي عندي اياه مقدار ستين. وعندي موضوع السماكة بتكون اياه شو? او السماكة ستين والبعد عشرة. طيب. لكن الان مش موضوعنا. لو سحبنا الان وعملنا او معينة. يمكن تضح الفكرة بشكل اعمق لالنا. تمام? خلنا نركب هذا الجانب هون. لحتى يعطيني منظر الكتاب بشكل غاية بالجمالية يا اصدقاء. طبعا ازا كان اختلف معاك موضوع الابعاد شوي بامكانك تنقر مع السحب الاعلى والاسفل وتزيد. يعني بشكل جدا بسيط. تمام? مشان نركن ونزبط يعني هذه النقاط. واعتقد الان الموضوع اصبح جيد جدا جدا جدا. صممنا الان كتلة الكتاب. كيف راح نبدأ بعرض الصفحات? وهذا او هذه النقطة الاكتر اهمية بعد ما صممنا بشكل كتلة الكتاب كاملة.